السلام عليكم جماعة ازايكم عامليني ان شاء الله تكونوا جميعا بخير كانت قال مؤخرا كده كذا حد يعني كنا بيتكلموا فكرة ان المفك ده اللي هو اسمه بوش جو ممكن يطحن للمطاحم بتاعت القهوة هو الفكرة في المفك ان هو مفك يعني هو يعني عادي بيتركب فيه الحاجات بتاعته اللي هي الرؤوس بتاعته وبيبدأ ان هو يطحن ممكن يطحن فورورد او باكورد يعني قدر خليه يطحن كأنه بيربط او بيفك فلو هيربط هادوس كده وادوس على زرار بتاعه يبدأ ان هو يلف او العكس عشان يفك المصمار طبعا برضو قدر ان انا استخدمه بنظام الكابس اللي هو لو كأني بربط مصمار مثلا فلما بادوس عليه اه وهو يعني الجزء ده كأنه زرار لما بيدس عليه الجوه بسبب ان انا بضغط مثلا بيبدأ ان هو يلف فبس فاتقال ان هو ممكن يستخدم مع مطاحن القهوة وخصوصا ان الحجم بتاع الرأس بتاعته مساوي بالزبط حجم مطاحن زي مثلا وانزي بريسو فبيركب عليها بالزبط لكن الفكرة في ايه بقى الفكرة عشان المطاحن الدوية تقدر تطحن بتحتاج ترك او بتحتاج مقاومة معينة او عزمة معينة انا انا اسف من المطور اللي يبدأ ان هو يتحكم فيها فالعزم ده لازم يكون على حسب بقى كل مطحنة والترس اللي راكب فيها بتحتاج عزمة معين يقدر ان هو يخليها الدور وتشتغل فطبعا هو كترس او كبوتور انا اسف لما بنركبه في مطحنة زي دي بيقدر ان هو يطحن بها عادي بس هو في مشاكل كتير انا اسف بيقدر يلف بها عادي بس هو في مشاكل كتير انا اشغاله دلوقتي كده هو هدوس على الزرار بتاعه هيلف شايفين بيلف فعلا والمطحنة فعلا بتلف بس عشان هي فاضية لكن لما حاجة حط جواها اي حبوب قهوة حطيت مسلا دلوقتي هو يعني حطي مسلا جواها كم حباية كده شايفين اربع حبوب قهوة بالزبط اهو حطوهم جواها هشوف هيقدر يتحونهم وذا لا طبعا انا بجرب في سامبل قولي القوي اللي وحطيت فيه مسلا خماصشة جرام قهوة دلوقتي هنقدر نشوف تجربة حقيقية بس انا بورج اجرب معا دلوقتي طبعا التحنة دي تحنت فيلتر على الرقم ستة اللي هم ستين تاكا من الصفر اللي عايز هتحن ايسبريسو بمطحنة زي دي اللي هي وانزي بريسو كي بلس او ايزي بريسو كي بلس هتحن بيها في حدود الاتنين ونص لحد تلاتة ونص مثلا فان دلوقتي مطحن تحنت فيلتر فوضنها هتكون خشنة وما تكونش صعبة اصلا عليها كم فك دعا نشوف هيطحن الاربع حبات دولت ولا اقا وطبعا هنا العلبة بتاعت التحن فيها فاضية اهي احنا قفلها كده ونشوف هيقدر يطحن ولا لا هنركبه ممكن ادوس بس هو فيه مشكلة هتواجهني انه دائما هيفلت من ايدي يعني لما بركبه واجه ادوس دائما بيلف من ايدي اول ما بيلاقي انه في ايهاي شايف اهو دلوقتي مثلا مطحن الاربع حبيات الى حد بشكل جيد نتيجة ان هم اربع حبيات بس ونتيجة ان انا بطحن وعطحن خشن قوي تعالوا نجرب نطحن بيه طحنة اسبريسو ووريك ونقصوا ايه خلينا نحط نرمي التحنة دي كده ونزود نحط مثلا شوية جرامات اكتر ونشوف هيضحن التحنة عملها ازاي احط مثلا شوية قهوة زي دول كده مش عارف دول وزنهم قد ايدي بس ممكن نجرب نوسم على الميزان برده حتى نتأكد نركب مثلا ميزان زي ده ونشوف دول وزنهم قد ايدي ايه اشوف دول وزنهم قد ايه اوكي احنها 16 جرام 16 جرام قهوة بالزبط عاها خلالنا نشوف 16 جرام قهوة دولة انا هجرى بطحن يعني مرتين غير بعض هجرى بطحن كفلتر هتحن نفس التحنة اللي ان عليه هتحنت اربع حبيات دي هتحن بيها فلتر وشوف التحنة هتنزل برضو زي ما نزلت من شوية في الأربع حبيات واللي هتكون بقى بواجه بعض المقاومة منه بسبب ان هو بيضحن بون كتير وهجرب بعد كده هحط 16 جرام تانين ونجرب نطحنة بتحنة اسكريسو ونشوف طيب خلونا نبدأ ونشوف اهو نحول امسكها كويس وادوس ونشوف هيحسا ليه شايفين بقى بيوض يعمل ازاي شايفين مش بيلف بصوا بيلف من ايدي انا نفسي شايفين يعني هو شايفين هو كده بيحاول يطحن وما بيطحنش فعلا بس هو بيلف من ايدي انتب لو ضوست على الزرار شايفين بقى بيحصل ايه لو انا ما ضوستش جامد اخدوا بالكو الموتور ده انا مخليه على المكس تقريبا اللي هو يعني دي كده المفهود انه هو بيربط مصمار على اكسى درجة لو انا عملته على ماكس اللي هو بقى كأنه هيشتغل يعني بقوة جديدة جدا كأنه هيحفر حاجة في حيتها مثلا او كده شايفين بيحصل ايه شايفين المقامل خطفة شايفين بيلف مقيه ازاي شايفين بيقعد بيلف مقيه ازاي اقعد بقى ايه اجرب به لحد لما اتأكد اتنو هو طحن ولا لا طبعا مش كونفيني انا مش شايف ان هو كونفينيينت مش شايف ان هو حاجة مريحة خالص للطحن لو دوست على الزرار يعني للأسف لو دوست على الزرار ما ببقاش ماسك كويس يعني هو الحل ان نفضل اكبس جامد لو دوست على الزرار كده بصة هيحصل ايه هيفلت من ايدي اصلا. شايفين? مش هتعرف تدوس ابدا عليه. هتلاقي ايه داك انت هي اللي بتلف. شايفين ايه دي لفت ازاي? فاهمين قصدي. فطبعا ده احنا بنتحن على تحن خشنة جدا. شايفين كل المعاناة دي عشان نطحن كمية تكاد تكون تقريبا نص او اقل من نص الكمية اللي انا حطيتها في المطحنة. هتعانو نشوف اللي احنا تحن نطق ايه في كل المعاناة بتاعتنا دي. بصوا. عنا وزنهم كده ونشوف قد ايه وزنهم. عشان بس حاول انا يعني طبعا انا الفيديو ده عملته ليه? عملته عشان الناس تبقى فاهمة ان المطاحن مش بيتحن بيها باي مواتير وخلاص رحتاج مواتير قوتها عالية لحد كبير. بصوا احنا بقالنا اكتر يعني مش عارف بوك انه كون بقالنا اكتر من دقيقة بنتحن مسلا. الدقيقة دي تحننا فيها من ستاشر جرام خمسة جرام. نقول خمسة جرام ونص بشوية الاهوة اللي دوعه هنا من ستاشر جرام فطبعا غير عملي بالمرة. الجانب ان هو مش يو اس بي سي هو يو اس بي هو المايكرو بتاع زمان. فبحتاج برضو شاحن مختص بيه مش زي شاحن الموبالات الجديدة لما جودة دلوقتي. واحنا بنتحن تحن خشنا خشنا خدوا بالكو ومش تحنة اسبرسو. فطبعا انا مش عارف افوض ان احنا مجراش تحت الاسبرسو لان هو بالفعل في التحنة اللي احنا فيها دي. وتعبنا التعب ده مبالكو بلا وطحة اسبرسو. بفوض انها تكون نعمة قوي. هيب فبس يا رب الفيديو داي كن يعني قدر يساعد ناس كتيرا في اتخاذ قرار بالشراء او عدم والمفاك زي ده لو هما يجيبوه لغرض الطحن في مطحن القهوة. اا وان شاء الله اشوفكم في فيديو جاي. مع السلامة.